تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيس بوك تلقوا الياندو ستخيمينج لايف سي محمد حواس المدير التنفيذي للجامعة التنسية للمطاعمة السياحية معنا في المباشر مرحبا سيدي شنحوالك مرحبا بي سفار ومور الحمد لله اسمع نعرف كم يقول احنا وليد الريستوران ما يقوموش بكري يا منظر ولا ليه بتقولي بيت وياسر بتبيع يخدم الرياح وخوي وقايت خدمتها معا طبعا وصلت طو طوى في الصيف معناتها الناس سهرية بعد يجيب الريستوران معناتها بيش يتعشى مش بشكل كاسكروت خاصة تم دي الريستوران في تونس الحقيقة معناتها يحلو فيها من الحادة معناتها تلقى تاكل مليح تشرب مليح تضحك ضحك مليحة معناتها تلقى الوقت مش تقعد اربعة وخمسة سوية اكل لازي محمد صحيح صحيح مش بيع مش قولك صحيح يقولك ليه عاد ماشيش لا ماذا يلنس عقوله معناه هو بسط الامور قال المطعم وكوناته كيفاش تاكل مليح تشرب مليح تعمل ضحك مليح سرفيس مليح الكادر مليح معنا استانتو هذا هو بايبرش المطاعم السياحية هو ديما فما لخذ ديما المطاعم معناش لتاو في الكلتوري متاعنا نفرق بين المطاعم السياحية والمطاعم العادية كيفاش ساعة قبل كل شيء الوضعية الحالية اليوم المطاعم السياحية مدام وساهمتها في السياحة التونسية هل انتعشت المطاعم السياحية في الفترة هذه مع انتعاشت السياحة في تونس حصلتش لامور هي مش انتعاشة هي رولانس يعادة دفع القطاع السياحي مازلنا ما موصلنش لانتعاشة الانتعاشة هي معناها تولي تقول عنها رقام بها اليوم بالرولانس اللي صارت اليوم ربما دور المطاعم السياحية هو حلقة من حلقات القطاع السياحي في تونس اليوم بعد شهر رمضان كان فيما استعداد في تحسين عدة مطاعم واستعدوا الموسم السياحي الحاجة الباية هو انه اكتشفنا وزد اكدنا ان اكثر الحرفاء متاع المطاعم السياحية المتوردة في كامل توراب الجمهورية هو بنسبة 98% تونسة واخوة جزائريين وهذا معناها ربما يزيد خلينا باش نعملوا رؤية اكثر للمحافظة على الحرفاء خصوصا في السوق الداخلي فما فقدان فما عصوف كلي على توافد السايح الاجنبي الكلاسيكي الاوروبي معناها بسيفة عامة يقولوا 8% الرقم اللي قلت وراموش شوية 8% هاسي محمد هنا قال سمحني امين قال موضوع مهم جدا وعنده فيه الحق لانو احنا في تونس عنا سياحة فندقية وخاصتنا معلولو طرفوش عملو البرات توريستيك اللي قتلوه الواتلاجيه ميفكروا كنفر واحهم معنته هوش بيجي دخلو معنته يخلو الكريديات يخلو الاراضي توريستي يجي يغمو غاديكو ما خلوش يخرج ما يتنفسش خلاس لا يمشي للرستوران لا يمشي معنته القهوة لا يمشي الحماسي يشري منه باك ودخان تم قريب شوية يجيب له بريد وحط هالوغات وقدامه هوسي منظر سمحني بش خنزيدون نفهمه اكثر حتى المسلمين لا هو كلامك ما اقولول اما كيفية الكلام مضبية هتون نقول لك كيفاش هو الواتلاج يبيده السيستام الضائل الانكلوزيف التكفل الكامل معناها ما هوش اختياري ما حابوش ملوتي لليوم وقت لا جيه في شرقوت ولا جويلة وتلقى الكو متاع الكنسومسيومتاعه عالي برش تلقى نوزل نجيب دو متان نوزل فيه الف سري تلقى الف سايح في وسط النوزل هذك يقعد من الصباح للعشية هو بيدو تكلف متاعه بش تقول دونك الواتلاج يماش عنده اختيار هنا فهم استراتيجية كاملة فهم معناها مكونات كاملة في القطاع يلزمها تدخل اول حاجة يلزم الديفيرسيفيكاسيون في الواتلاج احنا تقول اليوم ونعرش كان على بالك وزارة السياحة بيدو معناها قاعدة تنظر في اعادة تصنيف النوزل المتاعنا فهمتني كيفش اعادة تصنيف انا حكي اش معنى اعادة تصنيف كما نحن في المطاعم السياحية عنا لجنة مشتركة عام تقول نخدمه على اعادة تصنيف المطاعم السياحية قواعد الدنيا متاعها ما يزمكش اليوم في 2018 تخدم بقانون متاع 1989 معاد سياحية باش تنافس انت دول متقدمة كما الدول حتى المجاورة نحن كنا نحكيو على السياحة في مالطة ولا في لبنان ولا في إيطاليا ولا في اليونان طورت برشة طورت ناس معناها قدموا برشة نحن الانها سهل اول حاجة اني نجم ونقول فما عدة محاور يزمنا نركز وعليه اليوم السياحة اصبحت ثقافة يزم تكون مثقف سياحيا واحنا بيدنا وخلينا ربما سبع سنين من 2011 اليوم نعطيك ارقام فما نقص كبير في اليد العام المختص صحيح وهذا اللي حابت نسأل عليه بالقطاع خاصة من ناحية الخدمات نحكيه اليوم عندك نقص كبير ساعات تمشي الريستوران وحكينا حتى بمالدوفوام عاسي منظر سيموحمد ساعات كي تاخذ خدامك السرفير واللي بش يستقبلك معناتها من الفرنساوية متاعها ولا من الانجليزية متاعها وتتحشم حتى بش اللي بش يجيبلك معناها خوذ وك السرفيس والاناقة وانظافها وذخامها اقسم بليه تقول استيوا ولا تقول في جامعة ولا تقول في حاجة تعمل ستوستين كيف وهذا معضلة كبيرة كبيرة سيموان منظر تتفق معي ولا لا في اليد العاملة المختصة وخاصة في المطعم الساحية حتى في النزول في حد ذاته اللي كنا رأيديين فيه المجال هذي ما عادش موجودة بالكل قليل وانا القاوة اليد العاملة المختصة هذا مشكلة كبيرة سيموان وطارف وزارة السياحة وخاصة في الحمامات بحضانة حمامات نابل سيموان دي سي سيموان دي سي لكن طارف شنو معاش الناس او الحاجة تلمذا ما يمشوش وحتى كان يمشو يمشو ما يلقاش مش باليزيل يمو البعيين مع انت مش في بالو اذي ك ترامبلان باش يعملها لا يا خي مش الترامبلان السياحة تعرف قرد كالصحافة موهبة ما يعملياش لجي صحيح من الوتلاجي للزحب المطعم للخدام سمحني الكلمة يزميكون انت جي تدخل تشوف مولي راستوران تحس انو معانا هذي ينجم يسلح يكون يجي موهبة مش خدمة موهبة 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 كبيرة ما يزميكون اوي لازم فام برشة فان في التعامل مع المهنة هذه اللي هي مهنة مهمة جدا اليد العاملة المختصة شوني عملتوا فيها سيدي هو سيموندر قال كنا يبخلق لهذا اوه ما بش نجاوبه في دماء الوطني السياحة سيموندر عندك شعلم وقتش تخلق بأمر عليه في عهد البيض مازلنا في الاستعمار وتعرف اللي بورغيبة الله يرحمه بدي يبني في الجمهورية اللولة اول ما هتم كان تعرف دفعة السبعينات اللي مشهت قارة البر في المانيا وفي صرتوه في المانيا بولي ديركتور دي زوتال الوقت السياحة مزالت جديدة وفم دفعة جديد ومشأت السياسة متع تونس في التوجه السياحي وعملت بدأت بشوي بشوي والدولة بنت وتلم تحقيق تحقيق كانت الشريكة متع احنا اليوم بكل صدق معناها ربما عنا رأي جبدناها في اللقاء في التلفزة وقلنا رأى وفم فكرة يلزم اليوم نخمه على باكالوري السياحة اليوم المستوى التعليمي على خاطر تقنيا ما عندكش مشكلة فهمني ما عندكش مشكلة كبيرة اما وفاش نقصين نقصين يلزم عندك مستوى تعليمي بشتولي عندك تأهيل ذهني للعامل يولي عنده التواصل مع الحريف اللغات الصفوار فار والصفوار فار فار هذو ما تكوينهم يلزم على الأقل المكونين يقاو قدام تلميذ يعني عندك عنده مستوى تعليمي اللي يسمع فينا بش يقوله كاي توم الباك هذي بش تكون بدعة تونسية فما في العالم فما تجارة مقارنة سباني كفاش قدمت فرنسا كفاش قدمت فرنسا عندها أكاديمية فرنسا ليون هي الكابيتال مونديال متاع القاستروني في العالم عندها الأكاديمية متاع بوكيوس ما تخرج فيه أجيال وأجيال اليوم احنا عنا نسق على التحرق اليتالي اليوم يجب نفتحوا الأفاق في القطاع السياحي لخطر نعتبروا أن القطاع السياحي في العالم عنده أهمية كبيرة اليوم يا أمين عندك مليار دو خمسة مئة مليون سايح يدوروا في الكرة الأرضية فيهم تقريب أربعمائة مليون في الحوض البحر لابد المتوسط احنا ميجو نسفر فصل واحد احنا كموش أشقان الجزائريين معناها واخواننا معناها من ليبيا ذاية توافد حتى السوق الأوروبي مزات مرجعات شي مية في المئة سي محمد حواس طالب الدولة التونسية ولا سلطات المجرفة وأنهم مش طالب تقترح حي تقترحوا ونطرحوا المشكل ونعطيوا الحلول تقترحوا لازمك الطالب باش خطر ساعات الاقتراح يتحطك وننساوه تقترحوا أنه لازمنا نتوجه من الباك معناها للسياحة لليد العاملة المختصة باش نحاول نبني والمستقبل هذا اللي تقترحوا سهل برشة في فرنسا أنت تبارك الله تنجم تتطلع وتعرف أنا اختصاج عام المونيطور في فرنسا عندهم باك بلانجي في عدة اختصاصات في الصورة تحت الماء في في البيولوجيا اليوم احنا عنا لتاج اليوم وقتلة تمشي للوت لتقام ممنين بالمناسبة نحب ونشكر وحداتنا الامنية اللي قاد تأمن في الموسم السياحي وفما مجهود كبير ونحب نشكر الأعمال اللي في القطاع السياحي حتى مهمش متكونين مية في المية تقام قايمين مجهود اليوم اقترد تدخل وطاقة عوتي لانتي بل في سرير وطاقةهم أمن وطاقة السرفيس معناها نستخدم ليلة النهار لنحضر لك بيتك ولو تلقى كالكو ريكلم سي نورمال للف للف ركبره عبارة على بلد اليوم الف المية ويعطي أكتر ما عنده ويكون متأهل وحاضر بش يقبل من عندك هالتأهيل هذا الخاطر اليوم كم نقولت لك معناها تعامله مع السياح هو اللي بشي بيع هو اللي بشي يتكلم معلك اليوم هو اللي يلزم كي يقدم السحن ينسي في باب اشتعطيه سحنه تمشي ولا تعطيه كوفير وتمشي لأ نجم تشرح له حتى على السحن مناش مكوناته وشنوه تاريخه واحنا تعرف اللي تونس معناها عنا معناها ديفرسيفيكاسيون حتى طبيعية عطيه لنا ربي ما تقاييش في لبنان وما تقاييش في مالط معندهم الصحرة معندهمش وسط كيف نحنا وكوت معناها بالينيار كيف نحنا معندهم الشمال كيف نحنا ذا الكل يزمنا نستغلوه ونخزم ونخزم ويعتكسعه ووضو تحلى فاق للشباب بيامين وضو بورسا كتعمل باك وقتلو وضو تلقى فام دي شامبر متكونة تعليمين تقولي تسال احنا اليوم ما منشوفوش واحد في لونتريتين فيوتيل بلوس تنظيفه ولحيته محجم ويدي نضافه حبو ندخل للوت لنقاوم تعليم تريتين تقول شالية طبيب كيف ما تلقى في تول متقدمة هذا يجي اذا يجي اذا يجي اذا يجي اذا يجي في الوتل لو في الريستوران نمشي تعجبني القادة في الريستوران بالحق لا لا سنسير باية القادة الريستوران كيف تباع لازم نمشي وللريستوران لاحظ سي محمد هنا نحب نواجه لك بالسؤال انه تسمم رستورانات ممتزية لحقيقة سي لان لينور مبالغ نقول لك كيينك في باريس او في اي مدينة اخرى ضعفها في الماكلة الباية او ايضا او ايضا الوت لها موجود لكن في الريستوران خاصة نقصي نيسر مثلا نحن تكتبوا مدينة كيف مدينة تونس مع انت العاصمة ما فيش باستثناء الموجودين في البنلو والمرسا والوحدة ثلاثة واربعة مايش الريستوران معاش وحتى اخدت بعض اخرى اخرى معادش سمحني وانت فهمتني واش نقصد واضح معادش الريستوران كنت تدخلوا انت ومرتك ولا صاحبتك ولا صديقتك تاكلوا مليح ومريقلين دون لوريس بي دون لو كالم الشيخة الجلسة رفيني ولا نلقوا البغبج وانت فهمتني واش تقول الحقيقة رايهوم هذا موجود كلامك صحيح احنا اليوم بالتصنيف لدي فرنس موجود المطاعم تتصنف من شوكة لثلاثة شوكات رفيع وانتي لك الاختيار غضو تحب تمشي انتي والمدامة تلاثة شوكات رفيع وثلاثة شوكات باش تلقى قيمة ثلاثة شوكات باش تمشي للشوكة والاثنين فهموا رفاءة معينة نحنا عنا موزاييك في تونس عنا الناس اللي تافى خدمتها وتحب تمشي تتفرهد ولا تتعشر برة وعنا ناس اللي تحب خصيصا تخرج هو ستن بليزير دبوار موجود ستن بليزير وكيما قلت انتي بكريك حتى في الخدمة فما فن انسان يزم يحب الخدمة انا نقول اليوم ربما في تونس العاصمة وي فما عدة اشياء ربما احنا في تونس اليوم اقتلت تلقى نزل وتل دوفيل بربع نجوم يعمل بيفي ما يسربيش حتى الكارت دي مشكلة في السرفيس وم بلوس فما برشة تشبك نحن حتى المنافسة الغير شريفة قاعدين نعنيوا منها ملي صالون دوتاي ما عاشت تبيع التاي ولقط وبرك والشيش ولا تبيع في الماكلة ممنوع لا مش ممنوع هو امور تنظيمية اكثر معناها قطعنا ذل وقتالي نجي نقوله رستوران خطر في دول اخرى منظمين بالعكس نجم تبيع لك الماكلة تقوليش تبيع لك معناها في الأسباك دي بالفرويدمار ووسطيق ري نجم تبيع لك هجات الخفيفة معناها اي لا لا السالون دوتاي هو اسمه السالون دوتاي معناها نحكي لك حتى المنافسة بون لفاست فود هذوم الاوكلات الشعبية والاوكلات الخفيفة عندهم وروادهم مفهمت كيفاش تبقينا في تونس العاس ما تعرف انتي معناها فما دي زون نقولوهم احنا مناطق كي تمشي لحلق والواد عارف راحك باش تمشي لحلق والواد واشنو باش تاكل كي طابة الوسط بلاد تعرف راحك شعندك في وسط بلاد وباش تاكل فما مطعم معروفة في وسط بلاد باش تمشي لقمرت كيف كيف مبارساء معناها النجم ونقول لك اللي عنا مطعم تنجم تنشي بي ونتمشين لهم انتي والفاميلا معناها مانيش باش نسمي ونعمل دعاية معنا مطعم محتربة نجم معناها تمشي لهم معناها ما عندك حتى اي مشكل بلاحظة طيب سي محمد طوا باش نحاولوا لحقيقة نستغلوا اكثر المطاعمة السياحية في نتيج المحل الخام وفي تنميتها في السياحة التونسية في هذا الكل هي اسمها رستوران توريستيك معناها اللي باش تدخل العملة الصعبة وغيرها شنو لي لازم يسير حسب رأيكم توم مطاعمة في مدان السياحة وتراوه انه بدأت تتعافى نوعا ما السياحة متاعنا باش نحاولوا نخلطوا على اثنية وان البلدان اللي كانت تتعلم من عنا في السياحة فاتت بينه وهربت بينه هرب شنو لي لازم يسير امين بالنسبة للقطاع المطاعم السياحية جزء هو في القطاع السياحي الكليكي في تونس وربما افكارنا احنا قاعدين حتى مع شركان في المانا ويكلات الاسفار وجامعة تونسية للنزل وحتى مع سلطة الاشرف هو نحب ونوحضر او الحاجة فما اليات يلزمها تتعمل معناها تتحذر اليوم اذا كانت الدولة تعطي اهتمام كبير للسياحة من ناحية معناها المطاعم السياحية وغدوة عندها فايدة في الدولة الاقتصادية متاع كل مدينة سياحية واذا كان غدوة نوضع استراتيجية ونتشارك فيها الكليكيه هو اليوم ما جاء الوقت اللي بش يتبعتك كما حكيتلك مجلس اعلى للسياحة اللي هو ربما هو اللي بش يتبنى هالاستراتيجيات ولا الافكار ولا المشاريع اللي هي كما حكيتلك في اليدوكاسون فيما يخص اليد العاملة متنجمش تعمل سياحة وانتي ما عندك شيء يد عاملة ولا بش تستوردها من برا اليوم متنجمز زادة تقول نعمل دورة اقتصادية في المدن السياحية اللي هي قاعدة ربما تتمتع زادة منح حتى من وزارة الاشراف في مخص البلدية السياحية في مخص المحيط في مخص النظافة اليوم يلزم تفعيل هياك المحلية والجهوية اللي عندها علاقة بالسياحة كما نقاب التوجيه السياحي كما جمعيات متعثورات كما برش هذوم المجتمع المدني لهو غدو يزم يخدم على البلاديات في الإطارة داي اللي هي غدوة يلزم السايح ميجيش يوقع الجامعة في تيل ويروح يلزم ويخرج ويزم ويطلع ويزم يكون فيما مسالك سياحية مدروسة هذا هو سي محمد أنا بش نرجع بك للرستوران وليه المونيو تحديدا للجاسترونومي اي للتمخمية نحب انا كل رستوران سي منظر كارتة خير المونيو محصورة راو ولي نفرض علي منتري و سويت و ذС سمحني عندك حقب الكارتة انت تختار يا حبيل مكة قادرة بيشعب واحنا ما نفرضوش مانا أنا نشارك في رستوران نحب في اللي رستوران وخاصة حتى اللي رستوران الكلاس و الاحين و كل شي أنه تكون حاضرة في الماكلة متحمة في الكارتة الأكلة التونسية مجب وتكون في لا ولا يلا أني ندخل لك الاحسر بحسر بحسران سمحني أنا الآن كان في محمد ونقول لك ما تبين الحاجة انا واصحابي احكينا في الطاولة على الحكاية هذي ملقينيش حاجة اكلة تونسية اكيناك في باريس اكلة وكل اخرى تعرف وانتي سيد العارفين البروموفار للسياحة تبدا وهم شيء القاسترونومي رغم سعي؟ مكتوب كامل ثم نسل دي سبيسياليس يخدمو على كولينار 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 هو يحكي عالتيروار كولينار هذي علش ملقاشو انا في الريستورا اي وتونس ومش نختمو معاك وتونس اللي هي تونس راي راي كوجينار تونسية تمشي من تمشي مش من ولاية الولاية تمشي من درشع بين النابلت وتلقى فما دي في ينسا الشاكشوك النابلية تلقى 4-5-6 انواع كان مش اكثر خلي في بالك انت عشرات الانواع بتاع الكوسكسي نلقاه ديما نفس الحكاية اللي موجودة لا ولا مثلا سامحني مثلا انت جيتنا من المهدية المشرف والمهدية محلها احسن بحرة واحسن ناس عاصمة الفطميين وما ندراك وما ندراك نلقى الوطلة بتاع الماكلة المهدية بتاع الماكلة سردينة متاعكم الحقيقة سردينة متاعكم سردينة متاعكم بالمئة بي لازم اوبليكاسيون بي لازم اوبليكاسيون كور بي شيتعمل بوري شيف دي كوزين دي رسترون اللي هوم كاديري منخرطين تحت الجامعة تونسية متاعم سيحة حوالي مئة وخمسين متاعم منخرط هذه بي شي جي المنظمة العالمية بيش تشرفوا فعاليه منظمة العالمية لي تهات الطبخ اللي هي تعد أكتر من زوزم لين مشترك نحن نمتلوها مع جمعية سافير دموبي في في تونس وهذه أول مبادرة باش يلمدوا من ريسترونت كل تونس باش يجيوا عملوا دي كونكور في الانتري في السويت وفي الدسير باش كل ماكلة تونسية ولا كوجينة عالمية باش يركزوا على التونسية باش يركزوا على الماكلة تونسية مهم جدا باش النثيرية ومعناها كما قلت لكم فالوري زي اللي تروى الكولينار بتاعنا وتعرف انت كما قلت انت من المنطقة المنطقة تختلف كما قال سي منذر وربا مااش بدأ الحوت سردينة صحيح ماانين نقوله طوقت لمسلة زادة المخلية اه 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 لمسلة تامستسنين كيف حقا اي شنور اخوي انا الروم مكسرين لاي لخل في السردين ما نعرفه كان سردينة ريت سمك حاجة عربة انا اخوي مرحبي بي اسباحة كنمشوا للعطار سمح نمشي الواحد يبيع في الحوت دي من نحكيان وسي امين ونقوله ما هو يبثما الفاريتي اه الواحد قوله اعطيني سردينة ما هذه وسردينة من هذه وسردينة من هذه كلها سردينة سردين تقابس سردين في المهدية سردين سواء 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 انا تعرف اللي الدولة انا تقولك بالحق دولة كان من كانت تم دولة تعرف في المناطقة الداخلية الجمهورية التونسية تالة وكالبلايسن نحن على الحدود مع البحر نشوف نافتساو كانت الدولة وزارة فليح عمل ديوان لصيد البحري ويعملوا دي بواند فانت باش يشجعوا الناس ان يأكلوا الخيرات تاعدوا ما يأكلوا كل شيء تاوى حتى ظهر اللي موجود في نابل ما يكونش الحوث تاوى ان شاء الله تتفضل مورو ولا ما حلق لي برشا لا لا شاء الله الكلفة ما نعلم شاء الله الكلفة شاء الله دولة زادة قائمة الكلفة في عشرين ثانية نختم معاك سيمو حامد الحواس اللي نورتنا بحضورك تفضل حبيت نشكرك على استضافة دي يا عيسي ربي فرم في كل وقت معناها هذه المرة الثانية ولا الثالثة نجي ويعرف بالقطاع مهم برشا باش الأعلام يكون معناها شرك أساسي سوتيام نحن إن شاء الله قاعدين نخدم منطلق معناها موقعنا والقطاع قاعدين نطوروا فيه بإذن الله السماء العليم إن شاء الله السنوات المقبلة معناها كما قلت انت تكون عنها انت عاشها معناها ونكونوا منفسين الدول المتقدمة هذا ما نتمناه وعنا ليزة الكل بش تكون الكوجينة التونسية رائدة في العالم والله من أبن ما فهمها في العالم أذي يمشي يسافر برشا يفهم قيمة الكوجينة التونسية حتى المشروبات التونسية بيان شر أكثر حاجات ترأي فيني الحاجات تخرى حكا في الوف لا 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 مش حتى في الوف يقولوا ليش لا لا مش هما ممنوع لأنه وقت اخبار من ميور 20 ديوموند موجود في تونس أذي يروا من قديم الزمان مش منطورة من قديم الزمان ميورو ماندرقا لا يسي ديرا جانبا